يداني مع فريقه دينامو زاقراب الكرواتي في اللقاءات الثلاث الأولى من الموسم الجديد جعل الحديث عن مستقبله يعود إلى الواجهة في ظل رغبة الناخب الوطني السابق واحد حالي لوزيج في ضمه إلى نادي طربزون سبورا التركي مدرب دينامو زلات كوماميتش خرج عن صمته وأكد أن مهاجمه الجزائري ليس للباية في فترة التحويلات الصيفية بعد أن وضعه ضمن خططه للموسم الجديد وهو الذي حقق انطلاقة موفقة جدا وعن عرض طربزون أكد ماميتش أن صديقه حالي لوزيج لم يطلب تماما التعاقد مع ابن الشلف مثل ما روج لذلك الإعلام التركي للإشارة فإن هلال سوداني سجل ثلاثة أهداف أمام زالغيريس اللتواني ذهابا وإيابا في الدور التمهدي لرابطة أبطال أوروبا كما سجل هدفا أمام نادي كوبريف نيتسا في افتتاح الدوري الكرواتي موسيقى 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 موسيقى